والله أنا مريضة عندي غالطة إليس نفي شفاك الله وعفاك وجبرك بجبريتك والبيتك صحة والعافية يا رب يا رب يا رب والله الوقت المستقبل الدعاء إنت الوقت المستقبل الدعاء يعني على العموم ربنا في القرآن قال كلمة جميلة أوي وآية جميلة أوي بهديها لكل واحد بيدور على الوقت المستقبل الدعاء أم من يجيب المضطر إذا دعاء في وقت الاضطرار أوي في الوقت اللي أنت تقترب فيه من الله سبحانه وتعالى بعدما يأست من الناس ومن البشر بعدما أخذت من الأسباب وأدركت أنه لا كاشف للأمر إلا الله سبحانه وتعالى فده أفضل وقت لاستجابة الدعاء يجي بقى معاه لو في السلس الأخير من الليل يجي معاه لو في يوم الجمعة في ساعة الإجابة اللي هي قال أكثر العلماء أن هي بين المغرب بين العص والمغرب آخر ساعة قبل المغرب يجي ده لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ثم دعينا آآ يجي ده لو بين الأذان والإقامة كل دي أوقات مستجابة للدعاء إن شاء الله سمعاني يا ملك؟ أيها طب حضرتك أنا بصلي بس مش قدام القبلة يعني بصلي وأنا نيمة على السريق طب إيه المانع أنت تتحول للقبلة؟ لا ما بعرفش والله عشان رجلي فات أسيق يعني ما حدش يعرف يحولك؟ ما معرفش والله فيها عزر ولا ما تعرفيش ولا ما يمكنش؟ ما إجلت حضرتك في رجلي الشمال فما بعرفش يعني ما يشلقيش يوجهوك للقبلة بأي حال وأنت على السرير بردك؟ نعم ما ينفعش يشلوك يوجهوك للقبلة وأنت على السرير بردك؟ لا ما ينفعش والله طيب إذا كان ما ينفعش بصليتك صحيحة إن شاء الله يستملك ربنا يشفيك وعفيك ويجملك بجبريتي ويلبسك سوب الصحة والعافية ويمسح عليك بيد الشفاء أنت وغميع مرضى الناس أجمعين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين شكرا لسرير بردك أرجع تاني كنت بكلم مع الست مونة قبل ما بحكي لكم قبل ما أدخل مباشرة في ترتيب مراحل الحياة شوفوا بقى ترتيب مراحل الحياة ربنا قال إيه؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولا ركزوا في الكلام ده كل مرحلة من دول لها ست سنين كان شيخنا رحمة الله عليه كان يقول كده كل مرحلة من دول لها إيه؟ ست سنين ركز في الكلام ده كويس هينفعك أول والله ما هينفعك يا حاجة وأنت قاعدة فأول ست سنين في حياة العيل ما يشغلوش في الدنيا إلا اللعبة كل اللي مستولى على دماغه اللعبة يا السلام حتى نلعب وسيبه من غير أكل من غير شرب مش مشكلة طيب عدوا أول ست سنين ربنا أقول ولاه إلا رايح وجاي بدون تركيز خلاص حتى لما بيروح للحضانة عندنا سنة أولى ما فيهاش امتحان تانية ما فيهاش امتحان تانية ما فيهاش امتحان عايم تحنوف ايه يا دوبك يعرف يمسك الألم وبعدين يغنوله كطتي صغيرة ده على عقيمنا يعني طيب يبقى قدي 12 طيب إنما الحياة الدنيا اللاعب ولاه بعد 12 سنين فربنا أقول وزينة يعني وزينة يبدأ يحط كريب يبدأ يحط جل يبدأ يعمل للقصة يبدأ يقفل عورف الديك يبدأ زي أبو بكر بن الصغير أنا عايز أعمل شعر أزرق يا عم أزرق إيا الله يديك يقول لك طب خلاص أنا عايز أعمله بني طب عايز أعمله أحمر يا عم الله يديك ده مش بتاعنا ده مش أسلوبنا ده ده يعني بس وزينة خلاص أنا عايز البنطلون مش عارف ماله ولا عايز التشيرت ماله وهكذا طيب بقى كده 18 صح وبعدين وتفاخر تعرفش أنا بدي مين وبالصدق والكذب بقى يبقى هو زي حالتي يعني أبو زي حالتي مش لاقي ياكل يقول لك أنا أبويا حكم دار العاصمة أبويا مش عارف مين أبويا يعني الشرع كله بقفله وأبويا اللي بيطلع الناس ونزلهم وفي النهاية أبو يعني مسكين زي حالتنا كده كل الاحترام ليه عام الأسنصير أنا بس أنا بديك الخلفية وتفاخر زي ما ربنا قال طيب بقى عمده كم سنة كده 24 26 24 ركز بقى وتكاثر وتكاثر العجيب أن ربنا قال وتكاثرهم في الأموال الأول يروح بقى يشقى ويجيب القرش علشان يعرف القرش بيجي إزاي فلما بيجي بعد كده يقول وتكاثرهم في الأموال والأولاد يبقى عارف قيمة الولد عارف قيمة الزوجة هو شيئ هو عرف لكن يا ماما جوزيني يا بابا جوزني ماما جوزت وزغرطنا وبابا جوز وسقف وبعد كده بابا لطم وماما شكلت اللطمة بالكارباء ليه؟ ما هو مضل بيه قيمة وبعدين عايزين نطلع بأقل الخسائر يا سيدنا الشيخ وبعدين أصلهم ما دخلش عليها إلى ثلاث شهور طب والبنت زنبها إيه؟ إيه اللي البنت أزنابت فيه والعكس بقى أنا بقول الكلام ده للعكس تيجي البنت تتخطب وهي مساء عندها 17-18 سنة ما دخلتش الكلية يا بنت يهدي لا هذا الذي يعني تشرك الدنيا بطلعته يا بنت ده شكله لو طلعت عليه لو الليت منهم فرارة ولا ملئت تقول لك لا 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 ده أنت اللي مش شايف أنت اللي غير النظرع مش شايف ده وسيم قسيم يا سيدي ده كفيه لجعورة اللي بقه ده صوته يطربني تخش الكلية ويا حبازة لو الأهل متسرعين وبقى ويقول لك إيه أصل إحنا محافظين أصل إحنا متدينين فنكتب الكتاب كتبت الكتاب طيب بقت متزوجة أي نعم قبل الدخول راحت الكلية خلاص بعد سنة شايفة ده خيال مات شايفة اللي جوة الحليقة واللي لسه عامل شعر عرفت ديك واللي لسه جاي وماما بتصرف عليه وبابا بيأكينه خلي بالك فتبدأ تنقموا على حياتها فتتجوز سنة وبعدين تفشل ليه ومش مالي عينها علشان كده ربنا سبحانه وتعالى رتب لنا الحياة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معيش حاجة معيش حاجة جوزني أجوز بإيه فقالت له طيب إيه رأيك فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة مش أنت معاكش فلوس ملكش نعم إيه رأيك بقى اللي تكفيك كل ده بل وصاحبة مال وجمال وشرف وكفاءة ألا تجيب فقال الحبيب فمن هي العبرة مش كل اللي قلته أسمع الأول مين الإمام أحمد بن حنبل لما راح ادخلته تخطب له قال قالت يا ولدي هما ابنتان أختان شكراء بيضاء شو بقى الجمال شكراء بيضاء دي الصغرى والكبرى عوراء سمراء قال يا خالة أيتهن أرجح عقلا قالت له الكبرى اللي هي السمراء العوراء فقال فبه هي دي يا ابني قال يا خالة حقيقة المرأة في كل امرأة كلهم ستات ترجمة نانسي قنقر